تمام كده ستكولي؟ مرسي يا مهر يا موريني عيسى! عيسى استنمي يا عيسى سلمة سبينا واحدنا شوية مرسي يا عيسى كنت بتاكد ان انت هتيجي عشان تقولي ان ما فيش اي حاجة بينك وبين الأختي معا ان انت يعاني غلباني كنت متغير انك لأسف ممكن تاخدها مني لا امو انا مش جاي لك علشان أختي انا جاي لك علشان سارة جاي يقولك ان انت برضو مش هتقدر تاخدها مني مسكين مين؟ اكيد يا عيسى انت لاخدتش بالك مني مش هتتجوزك مش هتتجوزك علشان هي بتحبيني انا انت بكل فلوسك دي وكل اللي عندك ده ولا حاجة انت اللي ولا حاجة مين؟ افعل حبيبي انا فرحي انا وصارة يوم الخميس الجاي خلاص بيتهيقلك انت اللي بتهيقلك يا عيسى انت اللي بتهيقلك ولازم تعرف انت بتكلم مين؟ واعرف حجمك وحجمي انت قد كده قد كده يا عيسى عارف انا مش عايزهم بس ياخدوك ويرموك برا ويبقى شكلك وحش قوي عارف ليه؟ عشان اللي صعبان علي اهو يا حبيبي انت اللي صعبان علي فاكر نفسك هتعيش لحد ما تتجوزها بس ده مش هيحصل مش هيحصل على جثتي فاهم؟ ايبقى على جثتك يا عيسى على جثتك موسيقى موسيقى يا عيسى ايام بغضية ما خروق في السنة زي من المحمة وعدنا ان شاء الله هتخرج انا عادت معا وقالي ما عليكش اي دليل قصيلة نسمع قوليلي الدنيا برا برا ياه مفيش جديد، الدنيا زي ما سبتها بالظبط هو بس فرح ياسر الشعاربي الخاميس الجاي أنا مين؟ بنت اللي كانت خطيبة عيسى دي سبحان الله يضرب الظالمين بالظالمين وهم الاتنين دول بقى اتفوا علي عشان ندخلوا السجن مثل يوم دلوقتي مسكن في خناك بعض بس ياسر الشعاربي، هو السبب في كل اللي أنا فيه ده مين عارف؟ يمكن الجوازة اللي فرحان بيها دي تكون هي اللي هتخلص القديم والجديد وأنا هستنى يمكن بتاعتك دي نعيم تفكر فيه؟ هفكر فيه يعني وأنا محبوس هين بقونيلي صحيح الكلب ده عام الفرحه فين ايه يا مام؟ منسايت ما جينا وانتي مدينا الوش الخشب والله ما عنديش وش تاني دي من دول غيره يعني احنا موحشنا كيش احنا بقلنا اسبوع ما شفنا كيش يا مام والله؟ ما تقولي لنافسك اسبوع بحاله ما فيش واحدة فيك وتيجي تطامن علي؟ ايه؟ خلاص البيت ده ما بعيش قد المقام؟ أصل بصراحة كده احنا كنا قصدين قلنا يعني انسبك لحد ما نوحشك والجنة انتي ممم واجي بقى اشوف الشقة اللي خطبك يا بها لها وأنا هي اتزوج عليها واسب بيتي وأجي بقعد معاكم ده بعضك هو انتي يا مامو تدوري على الفقر بملقط يعني هو البيت اللي انتوا عشتوا فيه العمر ده كله خلاص؟ مع فقر مش معنى داليا الغزالي جيت قعدت فيه ما قلتش حاجة قعدت فيه ازاي يعني؟ هو انتي ما تعرفيش اللواسيم و داليا تجوزهم برح طبعاً ما كنتش متخيلة انه هيفكر في تجوز بسرعة كده كنت مستنية ان ييجي ويصالحك ويترجعك انك ترجعي له وخصوص ان انتوا لسه فترة العدة مش كده؟ انا ولا مستنية حد ولا عايز اسمع سرطو اصلاً احنا خلاص اتطلقنا ما تجيب ليه سرطو تاني بقى سارة! يا سارة! انا هستناك في العربية كنت يقول تيجي هنتدوز اه طبعاً بس انا يا مهر لسه ما استقرتش في شغل الجديد وانت كمان ياسر اللي عارف ان انت تجوزيني دلوقتي هترودك من الشركة شركة ايه؟ انا مش فارق معا الشركة اصلاً بس انا فارق معايا تفضل فيها انت لسه حط ياسر في دماغك؟ مش انا اللي حطه في دماغي هو اللي مش عايز يشني من دماغ وعن مال يفرق يفرق عشان يمشيني من الشركة عن دماغ بس انا عمله لسود اللي عمره ما هينساه انت مستنية حد؟ لأ خليك هشوفني ايا حمدي مفيش مكوى النهاردة عادي عليها الصبح ماشي؟ مفيش مكوى النهاردة يا ماهر كنا بنقول لي مصيم عايز يتجاوزني مبروك يا دودة هو انت شوفتيني وفقتها عشان تقولي لي مبروك يا دودة بس شايفة ان الدودة عايزة توافق نصة بفكر تفكري في ايه؟ اتجاوزيه بسرعة قبل ما يرجع لها هو ممكن يعمل كده ويرجع لها؟ هو اكيد بيعمل كده علشان مش عايز يرجع لها طب وهي؟ عادي يعني يا داليا ورد انها ترجع له بس عملي حسابك بقى ان المرة دي هيبقى بشرطها لو كلامك ده صح هيبقى انا مش هتجاوزه دلوقتي خالص وهتسبيه هتاخده منك؟ ولا بتحبيه بجد ومستعدة تحربي عشانه وانا برضو خايف اتجاوز وهو لسه بيحبها هو ماله هيلاقي عندك اللي مش هيلاقيه عندها وهتخليه ينسى طب وكرامتي ان شاء الله؟ قلبك قلبك اهم من قرامتك وبعدين انت قرامتك دي مش هتوجعك لما يزيبك علشانها؟ منطق غريب ولا غريب ولا حاجة ده المنطق اللي ماشي اليومين دول عايزة راجل ومتأكده انه راجل ادخلي خديه من بوق الاسد خصوصا بقى انت متأكده ان ده الشخص الوحيد اللي هيسعدك وهيعوضك عن كل اللي فاتك طيب انا هنزل دلوقتي عايزي حاجة؟ لا لا شكرا دخلي دخلي بسرعة دخلي دخلي بسرعة ده كنت فيين منزلتش؟ مستنى عالسلم قلت ليش يعني انه بيجيلك البيت؟ دي اول مرة يجيلي من ساعة ما اتجوزنا اهو كان بيجيلك قبلها؟ مهر ده مصدر اخباري وحد مهم جدا بالنسبالي من غيره انا ولا كنت اشتغلت عندماع ولا كنت حتى اتجوزتك اهو بيعمل كل ده ليه بقى ان شاء الله؟ اه عشان فلوس يعني عشان ايه يعني؟ فلوس فلوس ولا ما عشب نفسه بحاجة تانية؟ انا مليش ده وهو يعشب نفسه باي؟ بقولك مهر ده ما يجيش البيت تاني اوكي حاضر انا كمان خايفة يشوفك هانا بعد كده حبيبي انا اتقابل عندك في البيت مشي